بسم الله الرحمن الرحيم اسمحولي رحب بحضراتكم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي اللي بيعقد بعد اجتماع مجلس الوزراء وطبعا هذا الاسبوع الحقيقة كان في حافل بالعديد من الفعاليات والأحداث الكثيرة جدا سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي ولكن اسمحولي يمكن حتكلم ما يخصنا تحديدا لان طبعا ده كان شغل الشاغل اعتقد للرأي العام والمواطن المصري انه عايز يتعرف على ما يحدث على هامش زيارة المديرة التنفيذية لسندوق النقد الدولي والحقيقة يعني خلينا اأكد على مهمة جدا يعني مرة اخرى بأكد هذا البرنامج هو برنامج الدولة المصرية وضعته وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ سنتين لما بدأنا البرنامج الجديد كان في ظل اوضاع غير الاوضاع اللي احنا بقينا موجودين فيها النهاردة ويمكن عشان كده كان توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ان يتم مراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات اللي حصلت وهو ده بالضبط كان التركيز الشديد جدا على في اثناء زيارة السيدة مديرة السندوق في لقاءها طبعا لما تشرفنا بمقابلة فخامة الرئيس وايضا في الاجتماع اللي تم هنا في العاصمة الادارية والاعقاب المؤتمر الصحفي اللي هي كلمة فيه وخدينا اكد مرة اخرى ان كان النقاش الرئيسي هو ان احنا كدولة في ضوء هذه الظروف والخطوات اللي تمت ان احنا الفترة القادمة مش عايزين ناخد او مش هناخد اي قرارات من شأنها انها تضيف اعباء مالية اضافية على المواطنين وكان هناك تفاهم كامل من الصندوق لهذا الامر وطبعا حضراتكم متابعين اللجنة المراجعة بالفعل بدأت عملها منذ امس مع المسئولين المعنين من الحكومة سواء وزارة المالية او البنك المركزي ايضا مع بقية الوزارات وحيستمر عمل اللجنة لمدة اسبوعين لكن الشيء المهم جدا اللي انا حابب ان انا اوضح هذه الرسائل السيدة مديرة السندوق هنقت الدولة المصرية وهنقت الحكومة بالخطوات النكحة اللي قمنا بيها واللي اهمها ان فعلا هناك مرونة حقيقية في سعر الصرف وان هناك النهاردة قدرة على الحمد لله استقرار هذا السوق وكأكدت كلام ده كله من خلال الواقع العملي ان لا توجد اي طلبات متأخرة او يعني موجودة في البنوك واحنا مش قادرين ان احنا ندبر لها العملة الامور هناك معايير كاملة عشان تطمئن اي خبير بان هناك سعر صرف مارين الحمد لله كلها متحققة وبالتالي لا يوجد اي شيء يدعو الى ان احنا نقول ان هناك الدولة النهاردة بتقيد ولا ما بتقيدش بالعكس تماما هي بنفسها قالت هذا الكلام واعتقد ان حضراتكم استمعتوا اليها لما اتكلمت في هذا الشأن الشيء الاخر المهم هو النمو الاقتصادي وده كان تركزنا مع السندوق كيف نضمن ان احنا نحقق نمو اقتصادي اكبر اصرع وبنسب اعلى وفي نفس الوقت ما يحصلش تأثير على موضوع التضخم